بحضور سعادة دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دشنت المؤسسة مبادرة إسعاد لتأثيث المنازل وقام دكتور مصطفى السيد بزيارة أحد المنازل المستفيدة من هذه المبادرة لإحدى الأسر المكفولة لدى المؤسسة وذلك للإطلاع على مراحل الإنجاز بهذه المناسبة أكد السيد أن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنويع خدماتها للمستفيدين من الأرامل والأيتام والأسر مشيرا إلى أن مبادرة إسعاد تعتبر مشروعا رائدا تمتشينه من أجل تكامل وتضافر الجهود الرسمية في دعم تأثيث منازل الأسر البحرينية غير القادرة على تأثيث منازلها الجديدة بما يساهم في استقرار الأسر للآن قمنا في البرنامج بتنفيذ 11 عملية تأثيث وتصليح والميزانية من أهل الخير نحن نكون قناة آمنة نوصر خير أهل البحرين إلى فئة هامة في المجتمع وهالبرنامج بعد تجربة 11 بيت نعتبره برنامج جدا مفيد وناجح ورح نستمر فيه إن شاء الله نشكر جهات الملك نشكر سموه ولي العهد نشكر قائد العمل الإنسان سموه الشيخ ناصر على دعم المستمر ونحمد الله إنه يكرمنا حتى نقوم بهذه الخدمة